اتهم رئيس الأمريكي جو بايدن الجمهوريين بأخذ اقتصاد البلاد راهنة بعد رفضهم الموافقة على رفع سقف الدين في حال لم يقدمه على اعتماد اقتطاعات كبيرة في الميزانية المزيد في التقرير التالي من جديد تعود أزمة سقف الدين الأمريكي إلى الواجهة مرة أخرى جديد الأزمة ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن من اتهامات الجمهوريين بأخذ اقتصاد البلاد راهنة برفضهم الموافقة على رفع سقف الدين في حال لم يقدمه على اعتماد اقتطاعات كبيرة في الميزانية الرئيس الديمقراطي الذي يستعد العمل مقبل لخوض الانتخابات سعيا لولاية ثانية أعلن أنه سيبلغ قادة الكونجرس عندما يلتقيهم الثلاثاء بأن عليهم القيام برفع سقف المديونية وتفادي التخلف عن السداد وشدد في الوقت ذاته على جاهزيته للبحث في فرض بعض القيود على الميزانية بشرط أن لا يكون رفع سقف الدين رهينة ذلك ويشترط الجمهوريون في الكونجرس أن يوافق بايدن بداية على خفض كبير في نفقات الميزانية قبل أن يوافق على رفع سقف الدين وهو إجراء سيتيح للحكومة اقتراض مزيد من الأموال في المقابل تحذر إدارة بايدن من أن علم رفع سقف الدين العام سيؤدي إلى تخلف واشنطن عن سداد مستحقات دينها البالغ قيمتها 31 تريليون و400 مليار دولار في سابقة تاريخية من شأنها أن تحدث صدمة في الولايات المتحدة والعالم على حد سواء ويشكل ذلك مجازفة كبيرة للولايات المتحدة التي لم يسبق لها أن وجدت نفسها في حالة تخلف عن سداد ديونها